هنروح لخبر يعني مهم جدا برضو ان احنا نقوله لان ده بيوضح ريادة مصر على القرى الافريقية خالد الصالحي يفوز برئاسة الاتحاد الافريقي لتنس الطاولة بالتسكية المهندس خالد الصالحي نجح في الفوز برئاسة الاتحاد الافريقي لتنس الطاولة بالتسكية واحتفظ الصالحي بالمنصب للمرة التالتة على التوالي ودي حاجة كويسة جدا طبعا لريادة المصرية انه يكون عندنا كوادر في الاتحادات الافريقية والدولية مبروك للباشموندس خالد على احتفاظه بالمنصب ده وبنتمنى له كل التوفيق طبعا وانه يقدر يساعد مصر على صدافات كبرى البطولات الأفريقية سواء اللي عنديها والمنتخابات في الفترة اللي جاية وخلينا اقول لكم انه الدكتور أشرف صبحي وكلام ده طبعا على مسؤوليتي بيساند بشكل كبير كل الكوادر الأفريقية فيه كل الكوادر المصرية في الاتحادات والمنظمات الأفريقية أول العالمية ليه؟ لانه دور مصر لازم يرجع تاني وبيعمل معهم اجتباعات شبه دورية عشان يشوف محتاجين ايه؟ دعم ايه؟ من الدولة المصرية عشان تفضل مصر محتفظة برياداتها الإدارية لهذه المنظمات الأفريقية والعالمية